في ظل التطورات السياسية في المشهد السياسي في إثيوبيا واستمرار إثيوبيا في منع الخبراء في مجال جرائم حقوق الإنسان من الدخول إلى إقليم تيغراي وسألنا بعد المواطنين في مدينة مقلة عن رأيهم في ذلك أساساً الحكومة الإثيوبيا أساساً عملوا فيها جنوسايد في تيغراي ويعلم أيضاً بشأن الملصة التي قامت بها لجنة الخبراء وكانت عن طريق إرسال مقاطع فيديو يتحدث فيها الضحايا الذين تعرضوا للانتهاكات المتعددة ولكن مع الأسف بسبب الحصار الخانق الذي أقلق كل الخدمات العامة وصرح المواطنون عن ذلك الآن ده هزار ما عندنا تلفونات ما في انترنت ما في كاربا والبانك مقفول لو قلنا نديهم الحسلة الجرائم كيف نقدر نديهم لأنه ده ما ممكن ما بيبقى مفروض هم يجوهين التيغراي يشوف بعينهم الجرائم الحسلة لكن هم قاعدين حساً في أديس قالوا تسولي لنا عملوا لنا كلا كيف نحن مقفولين في ظل الصعوبات التي واجهها شعب تيغراي قالوا المواطنون أن على المجتمع الدولي الضغط على حكومة إثيوبيا أكثر من ذلك لتحقيق العدالة في إقليم تيغراي على المجتمع الدولي أن يدرك حجم الضرر الذي وقع بحق النساء في تيغراي وهن يصرخ نالما من أجل العدالة وشعب تيغراي أيضا يقول ذلك وحكومة تيغراي ساعدت لوصول ذلك الصوت وأبناء تيغراي المقتربين قد لبوا النداء وأصبحوا هم بوابة شعب تيغراي للوصول إلى العالم عن طريق التظاهر السلمي بسبب الضغوط التي وضعها المجتمع الدولي على حكومة إثيوبيا استطاع هؤلاء الخبراء من الدخول إلى أديس أبابا وأنا متأكد أن زاد الضغط ولو حتى قليلا يستطيع هؤلاء الخبراء من الدخول إلى تيغراي وكشف الحقيقة في الوقت الراهن تزداد التحديات التي واجهها شعب تيغراي وإثيوبيا تستمر في العرقلة من أجل سياستها وحكمها الدكتاتوري